مبارح كان معنا تقرير مهم جداً بيتكلم عن المجهودات اللي قامت بيها السلطات المصرية عند معبر أرقين تقرير كان بيتكلم عن إشادات دولية كبيرة جداً بكل ما تقوم به السلطات المصرية من جهود كبيرة في عمليات الإجلاء من السودان مش بس للمواطنين المصريين لا كمان لعدد كبير من الجاليات الدول الصديقة والدول الشقيقة صحيح يا شهر زيخين نروح دلوقتي مع حضراتكم لمعبر أرقين الحدودي وانتبع لقاء مع سفير الفلبين في مصر والسودان من داخل معبر أرقين والحديث عن تنصيق دولته مع السلطات المصرية لإجلاء المواطنين الفلبينيين من السودان والزميل العزيز رامي محمد تحياتي لكم ولكل متابعينا من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان مع استمرار عملية إجلاء المواطنين المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى نتحدث عن أكثر من خمسين جنسية لخمسين دولة وست منظمات تم إجلاء الرعاية الخاصة بهم وأيضا من بين هذه المنظمات والدول نتحدث عن دولة الصين تنزانيا نايجيريا قبرص اليونان والفلبين وحضور لممثلي وسفراء هذه البلدان ليأتي لنا هذا اللقام معالي السفير عزي الدين طاغو سفير جمهورية الفلبين أرحب بك على شاشة القناة الأولى تلفزيون المصري في البداية وحدثنا معالي السفير عن التحرك والتنصيق مع السلطات المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية لإجلاء الرعاية الخاصة بدولتكم شكرا جزيلا أول شيء أنا سفير معتمد أيضا إلى جمهورية السودان منذ اللحظة الأولى بعد أن تلقينا بعض الرسائل من مواطننا في السودان قمنا بالتنصيق مع وزارة خارجية مصر العربية خصوصا مكتب الشؤون القنصلية سعد سفير إسماعيل خيرت الذي من أول لحظة كان متفاهم وأبلغنا بالمتطلبات واتفقنا على الإجراءات المطلوبة لدخول اللاجئين المجليين من الفلبينيين من السودان إلى مصر نتحدث عن أعداد تتزايد يوم بعد الآخر أكثر من 17 ألف من الوافدين من غير المصريين الغالبية العظمى للسودانيين وأيضا من الدول الأخرى أكثر من 2000 لو تحدثنا عن لغة الأرقام فيما يخص أعداد الوافدين من الفلبين يوجد هناك من البداية حصدنا حوالي 815 فلبيني في السودان من هذا الرقم هناك من قال أنه يريد أن يبقى في السودان لأن الكثير منهم كانوا يعيشون ويعملون فيها لسنوات عديدة ولكن إلى الآن وإلى هذه اللحظة فقد أجلينا أو أخرجنا من السودان عبر هذا المعبر أركين 507 فلبيني جاءوا عبر باصات وحافلات من خرطوم هناك أيضا عدد 53 خرجوا وبعضهم موجود في معبر قستل في حوالي ساعتين من هذا الموقع هل هذه الأرقام قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة؟ هي قابلة ولكن نحن الآن نحاول أن أيضا نبعث لاجئ الفلبينيين عبر حافلات أخرى إلى بورسودان القليل منهم تبقى حوالي 40 فلبيني موجودين في الخرطوم يسألون المساعدة مننا وزارة الخارجية المصرية وضعت وخصصت أكثر من موقع للتجمع سواء الإجلاء البحري من بورسودان أو أيضا الإجلاء البري عبر معبري قستل وأرقين لو تحدثنا عن الإجلاء البري من هذين المعبرين تم وجود العديد من المساعدات الإنسانية واللوجستية وأيضا دور كبير للهلال الأحمر المصري وهيئة الإسعاف المصرية حدثنا عن هذه المساعدات سواء اللوجستية والإنسانية والطبية للموطنين الفلبين بصراحة أول شيء نشيد به بدور الحكومة المصرية أنهم قبلوا بالفلبينيين يدخلوا دخلوا أرض آمنة دي مصر طبعا فإحنا سعداء بهذا أولا ثانيا في هناك الحجر الصحي موجود لمساعدة بعض المصابين كان عندنا واحد مصاب في إيده وآمل حجر الصحي الموجودة في النحية المصرية بمساعدته أيضا في الهلال الأحمر كان بدي ميا وبسكويت وتوت براش فرشد سنان صحيح وفي تسهيلات طبعا إحنا في موقف صعب للجميع وطبعا نشكر كل اللي بيساعدونا إحنا كأخوة بنساعد بعض نساعد الإنسانية أشكر مصر على كل مساعدتها لنا ولشعب الفلبين والشكر ده مش بس مني شخصيا لكن من الحكومة وأهم شيء من الفلبينيين اللي بيوصلوا الأرض إلى أرض مصر لو تحدثنا أيضا عن المساعدات المكتملة والمشهد المكتمل من الجهود الدولة المصرية وزارة النقل أيضا مع هيئة الموانئ البرية والجفة التنصيق أيضا لتوفير الشاحنات وأيضا الحافلات التي تقل المواطنين الوافدين هل تنصيق السفارة أيضا لنقل المواطنين الفلبينيين عبر هذه الحافلات أم هناك طرق أخرى يعني عربات خاصة حافلات خاصة بالسفار بصراحة حكومة الفلبين وفرت حافلات من خرطوم لغاية الحدود وبعد ذلك من حدود بعد ما يخلصوا أوراقهم إلى أسوان أو القاهرة خبر سعيد أن أمس مبارح والنهاردة فيه خلاص فلبينيين بدأوا يرحلوا على رحلات مختلفة إلى الفلبين فهما فرحنين قوي بالحكاية دي فالحكومة دلوقتي بتقوم بكل التنصيق وبنوفر لهم كل حاكم علي السفير عزي الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين بشكرك على التواجد معنا وأتمنى لك التوفيق والسلامة لمواطنيكم وأيضا جميع الوافدين شكرا جزيلا للقناة الأولى والشعب المصري وإحنا أخوة بعد كل شيء فعلا أشكرك جزيلا يمكن هذا المشهد الذي نتحدث عنه الآن من داخل معبر أرقين البري استمرار لتوافد الكثيرين سواء من المصريين وأيضا من أصحاب الجنسيات الأخرى ويستمر معها أيضا المساعدات اللوجستية والإنسانية والطبية من قبل وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري وهيئة الإسعاف المصرية وأيضا توفير وتنصيق كبير جدا بين وزارة النقل المصرية وهيئة الموانئ البرية والجفة لتوفير الشاحنات والحافلات لنقل المواطنين من كافة الجنسيات وأيضا كان هناك اليوم الزيارة لعدد من المسؤولين وعدد أيضا من الوفود وممثلي السفارات والدول الخارجية والدول الأجنبية منها ممثلي لسفارة تنزانيا وأيضا وفد من سفارة الفاتيكان وأيضا كما تحدثنا الآن وفد من سفارة الفلبين وكانت هناك زيارة لوزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار وأيضا يشارك في هذه الزيارة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للإطمئنان على التجهيزات المصرية والاستعدادات لتبقى البوابات والمعابر المصرية والمنافذ هي بوابات مفتوحة أمام جميع الوفدين جميع المواطنين الرغبين في مغادرة أراضي السودان مصر ترحب دائما على مدار اليوم بجميع الوفدين بكافة الاستعدادات عبر البوابات المصرية منفذ أرقين ومنفذ قسطل وأيضا الإجلاء البحري عبر ميناء بورت سودان عودة ليكم مرة أخرى هذا هو المشهد وليكم الكلمة